الجولة الثالثة والعشرين من البطولة المحترفة الأولى حملت الكثير من المفاجآت خاصة بالنسبة لأندية المقدمة على غرار وفاق سطيف والنصر حسين داي رائد الترتيب وفاق سطيف عاد بالزاد كاملا من مدينة باتنا عندما حقق الفوز أمام الشباب المحلي بثنائية نظيفة ليرفع رصيده إلى 44 نقطة ويبتعد عن ملاحقه أكثر الوصيف اتحاد بالعباس بدوره ورغم تعثره في ميدانه أمام الشباب بالوزداد إلا أنه حافظ على مركز الوصافة مؤقتا في انتظار تسوية رزنامة الجولة التي لم تلعب منها مبارتين متعلقتين بالملاحقين اتحاد العاصمة وملودية الجزائر أمام كل من شبيبة القبائل وملودية بجايا على التوالي في المقابل نصر حسين داي واصل الاستفاق من جولة إلى أخرى وبدليل الفوز الذي حققه أمام ملودية وهران بهدف واحد على ملعب 20 أوت بالعاصمة أما شبيبة السورة فاكتفت بالتعادل السلبي أمام اتحاد الحراش وعلى وقع التعادل أيضا انتهى لقاء أولمبي لمديا بضيفه دفاع تاجناند الذي عاد بنقطة ثمينة ولحساب ذات الجولة دائما يواصل شباب قسنطينة في سقوطه الحر بعدما تلقى هزيمة ثقيلة بملعب غيلزان أمام السريع المحلي وبذلاثية نظيفة إذن نتائج متباينة لأندية الرابط المحترفة الأولى نتائج كان المستفيد الأكبر منها المتصدر وفاق السطيف في انتظار تسوية رزنامة الجولة